نستضيف وزير التربية دكتور دارم طباء نتحدث معه عن عدة أمور مهمة من أمور أنتوا شاركتونا فيها واتعرفتوا أنه حيكون ضيفنا ومن أمور وملفات مهمة نناقشها وخاصة يعني بظل الظروف اللي عم يعيشها القطاع التربوي مثل باقي القطاعات في سوريا ضمن إطار فيروس كورونا معي في الستوديو فإذا وزير التربية دكتور دارم الطباء أهلا وسهلا بحضرتك سيادة الوزير شرفتنا أهلا وسهلا أهلا مواضيع مهمة نتحدث عنه بس رح أبدأ بموضوع كورونا لأنه موضوع لوزارة التربية أساسي وضروري وكان معنا سيدة هاتون طواشي مديرة صحة المدرسية قبل أيام قليلة تحدثت عن إجراءات اللي بدأت فيها وزارة التربية قبل وخلال العام الدراسي تقييمك بهذا الوضع الحالي لموضوع كورونا في المدارس مقلق طبيعي مشابه للقطاعات الأخرى في المجتمع بالتأكيد موضوع كورونا على مستوى العالم مقلق ونكون غير واقعيين ونقول إنه ما عندنا مشكلة هناك مشكلة في العالم لكن هذه المشكلة لم ترقى بعد في المجال التربوي إلى أن توقف التعليم نعم نحن متفاعلين معها بشكل جيد عم نحاول قدر الإمكان نكون up to date يعني نتابع تماما شو عم يحدث بالعالم شو عم يحدث بسوريا شو عم يحدث بكل محافظة شو عم يحدث بكل مدرسة وبكل صف من خلال المتابعة اليومية عم نستطيع أن نخفف قدر الإمكان من تأثير هذه الجائحة على الطلاب وعلى المعلمين طبعا أحيانا بتساعدنا الظروف أحيانا ما بتساعدنا الظروف لكن بشكل عام نحن تقريبا نعتبر من الدول المثالية في التصدي لجائحة كورونا على مستوى العالم من حيث أولا الإجراءات اللي عم نتخذها ثانيا نسبة الإصابات اللي عم تحدث عنها سالسا من حيث متابعة التطورات اللي ممكن تسهم في الحفاظ على صحة طلابنا وصحة معلمينا وبالتالي إن شاء الله يعني نكون نتجاوز هذه المرحلة وبتكون من الماضي نتحدث دائما دكتور دارم عن المدارس كحلقة تصل الطالب يعني بالمجتمع وتصل الأهل أيضا بالتربويين هل كان في أي دور لوزارة التربية في موضوع اللقاح تشجيع عليه دعم فكرة اللقاح الإصالة للأهالي طبعا طبعا نحن بدرنا من أول يوم بجعل التربية مستهدفة وطبعا ركزنا مع وزارة الصحة على أن تكون وزارة التربية مباشرة بعد الكادر الطبي ومشكورين السيد وزير الصحة والعملين في وزارة الصحة مباشرة مجرد ما أنه القطاع الطبي سواء في وزارة الصحة أو في المؤسسات الطبية الأخرى بدأوا بوزارة التربية ونحن عممنا على كل مدارسينا وعمنا حملة وأنا كنت على التلفزيون واخدت اللقاح قدام كل الناس ليششجع على أغز اللقاح لكن للأسف لحد الآن في بعض المعالمين ما أخدوا اللقاح وأنا من منبر أكون بناجي جميع المدرسين والمعلمين أنه يتناولوا اللقاح لأنه لازم يكون هناك ويقاية إلون وصار اليوم معروف أنه الحديث عن أثر اللقاح والأشياء اللي انحكت عنه كلها تغيير مقبولة اللقاح مرخص من موظم الصحة العالمية وهو آمن وسليم ويجب أن يأخذه المعلمون رح يكون في أو هل وضع طولتكم أو تم حديث عن إلزام العاملين في القطاع التربوي بتلقي اللقاح هلأ آمل أنه ما نصل لهذه المرحلة هاي نحن بكل لقاحاتنا معنا شيء إلزامي يعني يجب أن تكون هناك حرية للمواطن في معرفة مصلحته نحن فقط مننبه بأنه هذا الإجراء إجراء أهم قد نصل في مرحل مراحل نمنع في بعض المناطق بعض المدرسين غير الملقحين من الدخول للصف يعني محاصرة غير الملقح تماما لكن هلأ مرحل بكثير دول يعني تماما تماما أنا كنت بروسيا يعني بالمطاع طاط المتاحة لك كتير قليلة إذا لم تكن يعني ملقحا ما بتدخل لأي محل بدي تكون شهادة تلقيح معك وحتى بيطلبوا البي سي آر فأنا أتمنى من كل المعلمين حرصا على سلامتهم وصحتهم أن يتلقحوا وأيضا حرصا على سلامة البيئة أو سلامة المجتمع لأنهن يعمل فوتوا على صوف من فوتوا من بيت لبيت إلى آخره يجب أن يكون المعلم فئة مستهدفة وملقاح واللقاح متوفر وما في أي مشكلة طيب إذا تحدثنا عن موضوع قبل كورونا موضوع تأهيل المدارس طبعا لا شك أنه عدد كبير من المدارس دمرت خرجت عن الخدمة عدد منها خلال سنوات الماضي وعيد تأهيلها ودخلت في الخدمة من جديد بس لا يزال العدد غير قادر على سعب كل الطلاب لأنه حركة النزوح بين المناطق قدت لي يعني ازدحام في مناطق ومناطق تانية خرجت من الخدمة بس إذا حكينا عن موضوع النظافة بالمدارس بشكل أساسي قدي بتشوف أنه نحن كنا مهتمين يعني حضرة الوزير موضوع دورات المياه موضوع المشارب موضوع الاهتمام بنظافة الصحوف يعني ولا مرة كنا نشعر أنه فيه اهتمام بهذا الجزء قبل كورونا طيب أنا بجيسلك شؤال أنت وقت كنت بالمدرسة كانت المرافق الصحية ممتازة ونظيفة وما فيها عطل لا أبدا كانت سيئة تماما يعني الواقع مرتبط بالمجتمع المجتمع للأسف لحد الآن أنا كنت عميت كلية وكعميت كلية الطب وكانت المرافق الصحية تتعرض كل يومين ثلاثة الانسداد هاي تصرفات أنت وقت بيتقل لعدد كبير وما في عنا ثقافة هي ثقافة الحفاظ على المرافق العامي الرافق العامي بحد ذاته يعني بيفوت الواحد على مرفق صحي بيفترك الحنفية مفتوحة وبيطلع ما بيسأل شو بدي يصير بعد منه أو في منهم مثلا بيقوم بيعني عدم تنظيف المكان بعد ما يطلع أو في منهم بيستخدموا استخدام سيء للأسف هاي تحتاج إلى تربية ونحن عم نحاول قدر الإمكان لكن التربية لا تكون فقط في المدرسة هذه مواضيع يجب أن تتابع في المنزل بس كمان الطفل بالمدرسة مو مسؤوليته موضوع التنظيف يعني مفروض يدخل على دورات مياه نظيفة أصلا ومعقمة ومياه صالحة للشرب يعني حتى مشارب المياه في المدارس حقيقة ما نا يعني ما نا شيء يدعو للتفاول هلأ بالتأكيد نحن اللي عملناه خلال السنتين الماضيتين كان يعني عشر أضعاف ما كان يتم في السابق لدينا الآن عدد من المرافق الصحية المقبولة جدا لكن أنا بقول لك لا يزال لدينا بعض المرافق غير جيدة موضوع مياه الشرب نحن حاولنا نأمن مياه الشرب لكل مدارس سورية وبكفاءة جيدة ومراقبة جيدة بجوز تبقى للمدرسين مدرستين يخلص يعني كان عندنا مشكلة بالدوام النصفي أنه يجو طلاب الصباحي يستهلكوا الخزانات يجو بعض الظهر الطلاب ميلة ومي عم نحاول قدر الإمكان أنت تتعامل مع الأعداد الهائلة ومثل ما أنت نحن طالعين من حرب يعني المواطن بينسى أنه كان في حرب وكان في تخريب وكان في سرقة وكان في وإضافة إلى ذلك ينسى أنه لا يزال هناك بعض الناس المستهترين يعني أنا أعطيك مثال في بعض المدارس من ركب الحنفية منهم بعد تاني يوم تنسري تاني يوم تنسري قد ما ركبت بتركب أول يوم تاني يوم يعني لدرجة وصلت معي في بعض المدارس تريط حط كاميرات مراقبة على المشارب فهي تحتاج إلى وقت لحتى يشعر المجتمع بأهمية المؤسسات العامة والحفاظ عليها وإنه هي مصلحة أبناءه إلى آخره المسؤولية هي أحيانا إذا فقدت عند واحد فقط من المدرسة كلها بتخريب المدرسة يعني واحد يلتأ يسرع حنفيات أو يسرع مرايا أو يوصيخ أو كذا بيخرب العملية كلها لكن نحن عم نعمل جهدنا وحتى مع المنظمات الدولية نحن في كل فصل نرفع قائمة كبيرة جدا اللي يساعدون في تأمين بعض المستزمات من خزانات مياه من حنفيات من بناء مرافق صحية يعني في جزء من هالخدمة عم يكون بالتعاون مع المنظمات الدولية وفي جزء عم تكون في وزارة التربية طبعا طبعا لأنه في كثير مننا مخرب يعني من الصعب على أي دولة بعد هالتخريب اللي صار أنه ترجع تعمير وبيدي إليك شغل يعني حتى في بعض المناطق ما تخربتني سرقت سرقة يعني نتيجة أنه الأهالي تركوا بيجوا ناس متسولين بيجوا ناس مالا علاءة بيفوتوا على هالمدرسة وبيسرقوا كل مسلزماتها فأنت بدك ترجع من أول وجي تركبها اليوم عم نسمع لسا سرقة كبلات كهرباء يعني للأسف مؤسساتنا لم تعد آمنة كالأول هناك بعض الناس لساتهم يعني مستهترين بموضوع المؤسسات العامة وبيجاوزوها وبيقدروا أنه هي ممكن سرقتها وممكن تخريبها طيب سيادة الوزير إذا تحدثت ما حضرتك أيضا عن موضوع مزوط التدفئة ونحن بيفصل الشيطاء وموضوع المزوط مو بس للمدارس للبيوت لم يستكمل يعني في أفضل حالات 40% من المنازل أخدت الكمية اللي هي 50 لتر من المزوط حكي لي عن واقع توزيع مزوط التدفئة على المدارس الدين متأكدين أنه موجود وكافي وخاصة من مناطق الباردة كتير هلأ ركزنا بشكل كبير جدا هذا العام مع وزارة النفط ومع السادة المحافظين على تأمين المزوط على الأقل على الأقل للمدارس المناطق المرتفعة الباردة وتم التوزيع وأنا تأكدت شخصية مثلا ريف ديمشق ريف اللادئية بعض المناطق اللي فعلا لا يمكن الطلاب يدخلوا إلا بدون مزوط ريف طرتوس كله تم تأمينه الحمد لله الأمور جيدة بالتأكيد كيف تتأكدوا حضرة الوزير من استخدام هذه المواد المخصصة لتدفئة الصفوف بمكان الصح؟ هلأ في مجتمع محلي يعني مثلا بطرتوس اكتشفنا ببعض المدارس كان في سرقة مزوط ومباشرتنا حولناه للجنائية وأوقفناها العملية اليوم المجتمع كله برمج لا يلقط الأخطاء اللي عم تم اليوم تصلني أنا من أي منطقة في سوريا كل مخالفة عم تم وأنا مباشرة بحول لنا مدير التربية وإذا لم يستجب مباشرة ببعض من عندي فريق لا تأكد من أنه تم الاستجابة بشكل سريع فالأمور الحمد لله بشكل جيد في مراقبة عامة والناس بتعرف أنه الوزير بيسألوا كل شيء يعني هلأ بورجيك تليفوني أبسط الأمور إذا تخانق طالب مع طالب يبعتولي الأهل أنه فلان تخانق معه والمدير ما كان جيد مباشرة ما بعت لمدير التربية وبقال له تابع الموضوع هذا التعاطي مع المواطنين بشكل مباشر دكتور دارم كيف بترجموه باليومي يعني كيف بتقدروا يعني التعاطي دغري وصار في أكثر من وزير يتعاطى مباشرة مع الناس لم يعد يعتمد فقط على ما يرده من مكتبه مثلا هلأ أول شيء هي سعادة يعني أنا وقت بقعد المساوب بلاقي أنه الناس عم تحكي معي وتتصل فيه وأنا بشعر بالسعادة بشعر بأنه عم حقل الغرض من العمل الثاني شيء بالتأكيد لو عشرة بالمئة يتصل والناس الباقية كلهم بشعروا أنه الوزير هات قابل أنه يستمجيب وأنه فيه سلطة حاميته فيه دولة حاميته فأنا بنبسط بهالأمر هاته وبلاقيها مو مرخقة بالنسبة إلي وبنفس الوقت هي بتكون حافز لأنه أعرف أنه مدراء التربية والعملين بالتربية عم يقوموا بعملون يعني أنه مو نايم الدنيا أنه يا أستاذ في عندك القصة هاي لازم تعالجها وهلأ برجيك حتى ردود ومدراء التربية يعني دغري بيقلي حولناها هاي للرقابة الداخلية هاي عام نعالجها هاي قصة قديمة هاي في بعض الناس بعض المحاوزات بيقلي بيقلي هاي تجني علينا عم يحاولوا أنه يسيئوا إلنا فكل الأمور بتتوضح من خلال هاته التواصل مع الناس حضرة الوزير كيف شو هي أكثر انتقادات اللي بيوجه لكم ياها والله هلأ علقتهم شغلة الكتب ما كان في تأخير بعض الكتب فهلأ الكتب إذا نقص كتاب بأي صف يا دكتور كتاب الإنجليزي صف السابع معقولة لهلأ ما وصي وأنا بقى مباشرة باتتصل ما بخلي حدا لا مدير ما بنيمهم بالليلة كل المدراء ليأمنوا كتاب الإنجليزي لفلان فلاني يعني باعتقد أنه صار في أريحية بالعمال صار في خوش بوشية مع الوزراء معلشي 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 لازم يعرفوا أنه في ناس ملاحقت لهم أمورهم وخصوصي موضوع التعليم يعني أنت ملاحظ سوريا تهتم بالتعليم حاطة أولوية وخصوصي بعد ما تحرط الأراضي ناس رجعت لبيوتها اليوم أهم شيء أهم شيء وقت بيرجع الواحد لبيته أنه يكون في مدرسة ضب لأولاده أنه ابنه ياخد الكتاب أنه يكون فيه أستاذ بالمدرسة وبالتالي أنت عندك مسؤولية أنا هالمسؤولية هاي عم بشعرة مو بس عالية على كل العاملين في قطاع التربية وبالتالي نحن واجبنا أن نكون على تواصل مباشر مع المواطنين تحدثت حضرتك عن المناطق يلي بيرجعوا للأهالي ونعرف أنه اليوم ما فيك ما بيرجعوا للأهالي إذا ما في مدرسة لأنه أول شيء بيفكروا فيه ومن الحط الأولاد المناطق يلي عاد إليها الأهالي هل بمعظم صار فيها مدارس وبدأ فيها التعليم والتدريس هلأ نحن عم ناخد هاي أولوية يعني وقت نتفق مع الموظمات الدولية أو مع مشروع إعادة الأعمار مع الإدارة المحلية بنختار المناطق يلي مؤهلي أن يعود إليها الناس وبالتالي من أهل فيها المدارس ما ملاقي إلا الأعداد أكتر صار عنا زحمي مرد مناخد منطقة أخرى ومرد من حاول العمارة هلأ الضغط الكبير عنا هو بمحافظتي إدلب والرقة لأنه عم تتحرر حاجة إلى تأهيل والحمد لله الخطة المعمولة من وزارة الإدارة المحلية ووزارة التربية في أعادة الأعمار نفزت بالكامل وأيضا مع المنظمات الدولية حتى نهاية العام بتكون كلها منفزة يعني بفهم من كلام حضرتك أنه أنت راضي عن نسب التنفيذ وفقا للوقت الممنوح أو المتاح وفق الإمكانيات والإمكانيات أنا لو بشكل عام الأمالي راضي نحن لا يزال لدينا خمسة آلاف مدرسة مهدمة نهائيا لم نتمكن إطلاقه من عادة عمارة ولدينا يعني أربع خمسة آلاف مدرسة كمان بحاجة إلى تأهيل نحن من أهل سنوية مئتين لثلاثمئة مدرسة هذا عدد قليل هذا عدد قليل وأنا بمؤتمر ليونيسكو بباريس ناشدت المجتمع الدولي وقلت هي مسؤولية دولية يعني مو مقول أنا ضل على مئتين مدرسة أو مئة وخمسين مدرسة بالسنة بدي عشر سنوات خمسة آخر سنة لا تعيد لا أرجع إلى ما كانت عليه المدارس فكيف أنا بدي أرجع الناس من بره وأنا لسا لم أهل لهم الإمكانيات اللازمة تحتاج القضية في تعاون معكم كقطاع تربوي على صعيد المنظمات الدولية على صعيد الدول أم بتعاملوا معكم أولاً وأخيراً كجزء من التركيبة السياسية والجزء من الدولة وبالتالي في حالة الحذر من التعامل هلأ المنظمات الدولية في سوريا تتعاون معنا بشكل ممتاز استطعنا أن نأخذ ثقتهم وضعنا خطة كاملة يعني ما عاد في تشابك بالعمل في خطة وزارة التربية ضمن هذه الخطة كل منظمات الدولية تتعامل المشكلة في المتبرعين في المانحين المانحين لا يزالون يتعاملون مع سوريا سياسياً يعني ما بيدفعوا مصاري لإعادة التأهيل بدهم مشاريع محددة وبالتالي المنظمات الدولية بتعمل كل جهدها لتجيب أكبر قدر من الأموال لتحقق الخطة تبعها وهذا اللي عم يعيقنا نحن اليوم عم نناشد أبعد من المنظمات الدولية عم نناشد دول جميعها مما كانت هذه الدول لتقدم معوناتها للقطاع التربية القطاع التربية لا يجوز أن يكون ضمن حوار سياسي هذول الأطفال ليس لهم إيزم في الحروب وبالتالي كل دول العالم معنا أو ضدنا ما بيحبونه ما بيحبونه يجب أن يؤمنوا العملية التربوية للمواطن السوري لأن هذا المواطن إذا لم يتعلم فهو سيصبح في المستقبل مجرم أو إرهابي ولن يكون له حدود في أي بلد في العالم نتحدث معناتها حضرة الوزير عن العملية التعليمية مثلا في مناطق إدلب أكيد حضرتكم بتتابعوا مثلا إذا سألتك كيف يتم التدريس في مدارس إدلب حتى اللي خارج سيطرة الدولة هل في مناهج نفسها تابعة لوزارة التربية أم في مناهج تانية شو عم يعني أطفالنا اليوم الموجودين في هذه المنطقة بإدلب يعني أعداد كبيرة جدا شو عم يتعلم هلأ يعني لكون صريح معك الجهات الرسمية في إدلب اللي تحت سلطة الاحتلال اللي هنين الأرهابيين وإلى آخره يعني بدون ينفزوا الأجندات المعمولة الهن هناك فعم يفتحوا بعض المدارس بأنظمة ليس لها أي علاقة بالنظام الوطني يعني بجوز مناهج تركية بجوز مناهج لدول أخرى نحن كوزارة التربية لم نتوقف يوم من الأيام في تأمين كل مستلزمات العملية التربوية ضمن إدلب حتى اليوم حتى اليوم يعني أنت اليوم كوزير تربية ترسل أيضا الكتب إلى داخل إدلب طبعا طبعا وببعث أموال لمدارسين داخل إدلب كيف يعني ويفتح المجال بيقبضوا رواتبهم مدرسون داخل إدلب وإذا ما حسنوا يحفظ لهم بالبنك بأي فرصة بيطلعوا فيها على حما بيستلموا رواتبهم ويرجعوا عم يدرسوا ضمن بيوتهم والطلاب عم نحاول بقدر الإمكان بالسف التاسع والبكالوريا أنه نعمل جهود دولية نتواصط كل العالم تشبت تتجربة السنة الماضية طلع عدد بإدلب للأسف ما بعتونا هذا منعوهم يعني يعني دفع الرواتب وإدخال المناهج ما عمل شي هلأ بكثير من المناطق مثلا بالرقة كلهم أجو بريف حلب كلهم أجو بشي مال حسب من يسيطر على المنطقة تماما بس منطقة إدلب مدينة إدلب والمناطق اللي تسيطر عليها تركيا ما عم يسمحوا لن يطلعون طيب وهي المجموعات الإرهابية كلها موجودة هنا للأسف عم ينظروا للطالب على أنه سلعة يمكن يعني تفاوض على الدولة وهذا أمر نحن بدنا ننهي نهائي كيف ممكن بعد فترة من الزمن هذا الطالب اللي درس بأكثر من منهاج يمكن وما بعرف شو دخله معلومات وما بعرف مين لقنوا المعلومات يعني نحن نعرف حضرتك تعرف أيضا دكتور داريم أنه ممكن اليوم مدرس في وزارة التربية في دمشق أو في أي محافظة في منطقة لا تسيطر عليها الدولة حاليا كيف نعيد تأهيل أو نعرف شو صار عند هالطلاب يلي هنن بعمر مهم جدا التعليم لألون بدك وزارة نظري من خبرتنا كل الطلاب الموجودين كانوا بالمناطق الساخنة كانوا أكثر وطنية من كل الناس وقت كانوا عم يطلعوا يعني يقرؤون المنهاج السوري علاقتهم بسوريا علاقة كبيرة جدا هنن فقط يعني ساكتين تحت رهبة اللي قاعدين وحاطين البارودة براسهم لكن هنن ما تغيروا ولا تبدلوا وفي عندك أمثلة عندك أمثلة المناطق اللي كانت كلها تحت تحت سيطرة الهربين يوم وينها وينها اليوم يوم كلها مناطق عم تحتفل وعايشة ووطنية يعني مثلا المناطق المحررة في ريف ديمشق لنقول أخذوا أخذوا مناهج تانية كمان طبعا طبعا حاولوا أن يدخلوا لمناهج من دول مختلفة كثير وحاولوا أنه وعننا نمازج من هذه المناهج اليوم طلابها بطير العائل وعم يطلعوا أوائل منهم أنا طلعت كرمت بحرستها أنا طلعت كرمت الأوائل بحرستها واحتفال بطير العائل احتفال وطني مثل اللي يتم بأي مدينة سورية أنت صعب أربعين خمسين سنة هذه البلد حافظت على وطنيتها وعلى علاقاتها الأخوية وعلى مجتمعها أنك تنسى بيوم وليلة أما تحت ضغط الإرهاب كل شي بيصير هلأ اتنين يدخلوا علينا مسلحين بيخلونا نحكي بالدنيا لكن هذا ما بيغير من شخصيتنا ما بيغير من وطنيتنا ليكون السوريين بكل أنحاء العالم ليكون بارحة بمباراة القدم صح ولا لا بنصف قطر رفعوا الأعلام السورية واحتفلوا وقاموا وحطوا بجوز نصهم كانوا معارضين هذا موضوع لا يناقش فيه يعني وطنية السوريين في مكان ما سوريا تجمع الجميع أولا وأخيرا طبعا هذا وطن هذا وطن ليس لأحد هذا وطن للجميع صحيح ولا واحد يفرط إذا انتقلنا من إدلب إلى المناطق الشرقية قلت حضرتك أيضا دكتور أنه في الرقة مثلا لا كان في خروج للطلاب بكل مناطق سورية بكل مناطق سورية خلينا نحكي عن المناطق التي تسيطر عليها قصاد هل هذه المناطق في مأساة فيها أنهم عم يفرضوا لغتهم اللغة الكردية من خلال مناهج كردية ونحن نبهنا المجتمع الدولي إنما في دولة بالعالم لديها مناهج غير وطنية ما بيصير أبناء البلد الواحد تدريس كله عم يكون بالكردي أم بعض المواد كله هذا خطأ طب هو والمناهج هي المناهج السورية أم مناهج خاصة هلنا عم يقولوا أنه هي المناهج السورية لكن مترجمة هذا غلط كمان اللغة لغة التواصل وليس اللغة القومية أنت وقت تقعد بأمريكا والكل عم يحكي أمريكي وأنت هندي بتتعلم إنجليزي بتعلم أمريكي أنت عايش في سوريا في منطقة عربية كلهم عرب عندك من المحيط للخليج بيتكلمون لغة واحدة بترحب تفقدهم هذه اللغة هايوة أولا ثانيا أنت في مجتمع سوري هذا المجتمع له خصائصه شلون بدك تطلع مجموعة من هالناس بتفصلا عنهم تقولون أنتم مالكم سوري لا يمكن هذا العمل لذلك كل أبناء يدرتون في مدارسنا وهون عم يصير الإزدحام يعني العملية السياسية وليس لها أي علاقة بالتربية يعني اليوم في المدارس التي تسيطر عليها قسات بسكرة بسكرة آه فيها كم واحد حطين لكن كلهم بيجوا ينفحصوا عننا كلهم بيجوا ينفحصوا عننا وأنا ناشت أنه يا أخي طلعون هدول من الخلاف السياسي الأطفال لا يجوز أن يكونوا عرضة يعني أخذ ورد شيء بالشيء يذكر قبل فاصل ما ناخد فاصل أنا خطري هلأ حضرتك عم تحكي دكتور أنه يوم في سوريا ندرس المدى اللغة الفرنسية ندرس اللغة الإنجليزية ما المعنى أن تدرس أيضا لغات أخرى كالأرمانية كالكردية أنا حكيت بمجلس الشعب ما عندي أي ماني والدولة لا تماني هذا حق طبيعي لكن أنت قد بيكون في صف في عشرين واحد كردي وعشرين واحد أشوري وعشرين واحد أرماني ما بس يدرسهم كردي فقط بس لما بيكون الغالبية ما عندي ماني بيدرس له ساعتين كردي بالعكس هذه لغة نعتز فيها لغة محلية نعتز فيها شو حالي؟ يعني من الممكن تختلف عن الأرامية والسريانية ليه ما بنعمل منهاج لغة كردية ما عنا مشكلة عنا منهاج لغة فرنسية ونحن ما عنا فرنسيين بيدرسوا في السوريا لا هذا موضوع مختلف هل ممكن لبعض المناطق التي فيها غالبية من قومية معينة أنه يكون في تدريس لغة تلك القومية في هاي منطقة شو الماني؟ شو الماني ساعتين لغة كردية شو الماني؟ بالعكس بالعكس يمكن يكون جزء من الحفاظ على النسيجة للنسيجة للنسيجة السورية طبعا سواء أرماني أو كرد الأديراد جزء من النسيج السوري نعتز فيه زكرتني بموضوع ما بحرف إذا له علاقة فيه وزارة التربية أو وزارة تعليم عالي أو أيجها كان عنا ماهد لتدريسه اللغة الأرمية شو صار فيه؟ موجود عم يدرس فيه؟ طبعا طبعا حتى في بعض المدارس التابعة للرشاديات بيدرسوا ساعتين لغة محلية بيدرسوا أشوري بيدرسوا شرياني بيدرسوا علي كالداني بالعكس نعتز فيها أما أن تترك لرغبة الطالب أولا وأن تكون بعيدة عن منهاج يعني أنا في عندي منهاج كل طلاب سوريا بيدرسوا يكون شخصية الطالب هذا المنهاج وطني مو منهاج زيد ولا عبيب تماما إضافة إلى ذلك يتعلم لغة وتكون هذه اللغة حرة لأني بجوز أنت تحب تتعلم كردي صحيح موضع تكون أنت كردي لتعلم كردي بجوز أنا حب تتعلم أرمني بصبوط لما لا إذا عايش بمنطقة روح ألا على الجزيرة حضرتك من 2015 مدير تطوير المناهج في وزارة التربية هل شي مرة خطركم تعملوا منهاج للغة الكردية ما حدا طلب لاش وحدة بيطلبها من وزارة وزارة طبعا لكن الأرمن هلأ الأرمن عندهم بمدارسهم هن عاملين منهاج وبيدرسون إحنا موافقين عليه بيبعثون لو كانوا طلبوا وكان تمت موافقة طبعا وما زال الموضوع متاح طبعا مو بس الأكرام أي حدا فيه تجمع لغوية كلغة ثانية بدون ساعتين ما عنا مشكلة بالعقس نفخر وفينا نعمل منهاج سوري طبعا طبعا بالعقس هذا جزء منتو رأسنا هذا الفسيف وسائل نحنا منفخر فيه ما عنا أي مشكلة وتابع هذا الحديث مع دكتور دارم طبع وزير التربية ولكن بعد فاصل قصير المختار لما الأمر بيتعلق بصحتك وصحة عيلتك اختاري الأصدر جوا تقول بيقضي على 99% من البكتيريا والجرافيم والفيروسات لتظل أنت وعيلتك بأمان جوا ثقة على مدار اليوم صار الوقت لتختبر تجربة مليئة بالانتعاش والسحر والعناي شامبو جوا بالمواد المستخلصة من الطبيعة لتحمي ترتب وتعتني بشعرك جوا احتفل بجمالك كل يوم برنامج الكابتن برنامج الكابتن صوت جمهور البلد بببك الكابتن برنامج الكابتن برعاية سيرياتيد الموعد الأقرب لعشاق الرياضة مع الكابتن محمد الخطيب الكابتن طريف قطرش والكابتن أنور عبد الحي كل تنين تسعة ونص المساء على قناة سوريا دراما ولا تنسوا تشاركوا بمسابقة الكابتن مع سيرياتيل بإرسال كابتن لعشرة اتناعش لتربحوا جوائز قيمة سيرياتيل أقرب إليك لأعلاناتكم عبر المدينة أفهم الرجاء لاتصال على الرقم 094555559050 باس المحرز نتابع مع حوارنا اليوم في ضيافتنا الدكتور دارم طبا وزير التربية برحب بحضر تاكسيات الوزير مجددة نتحدث عن طلبات نقل المعلمات نتحدث عن مطالبة المعلمات أنه نقل توقف بحجة أنه الطلبات صارت كتير كبيرة وما عادت قادرة الوزارة تلبي كل هاي الطلبات إذا كان في قدرة على التبادل بين معلمتين ليش ما بتتنفذ هل يبي حاجة لعدد كبير لحتى يصير التبديل هلأ تبادل أتمنى أتمنى وهي من خلال منبرك أي واحد بيجيب إمكانية أنه يتبادل مع معلم تاني مباشرة بتنفذ ليهم المشكلة نحن عنا شواغر في مناطق محددة في سوريا أعلننا لهذه المناطق شواغر بعقود حتى اللي بدأ يجي ما يجي ويقول بعد يومين بدي انتقل لبيتي أنا فأجوا وأدموا على هذه المسابقة وتعينوا فيها وكاملا مفترض نعين 15 ألف أخذنا كل النجاح والـ 40 ألف مجرد ما تثبتوا بلا شو يتثبتوا بلا شو يعملوا غاصطة بدون يرجعوا وأغلب هون للأسف من اللازقية وترتوس وأنا عندي اكتفاء اللازقية وترتوس عندي عدد أكتر من اللازق هلأ صرت أخذ بعض الحالات اللي لا يمكن أنه تستمر ولو أنه مخالفة للقانون بتحملها على مسؤوليتي وإنه لهم أما أنه أنه الـ 40 ألف معناته أنا لما أستفد شيء من العملية هلأ وعدت أنا على العطلة الانتصافية بقلب الدوام لا يمكن أنه المعلم لا قديم ولا حديث دوام مدرسي بده يعمل لي مشكلة والعطلة الانتصافية منفكر إذا في بعض الحالات جاب بديل إذا عندي شغار مكان إلى آخره طبعا سأتعامل مع الأمر بكل أريحية إضافة إلى هالشي أنا طلبت من بس سهل ننقول بنصف السنة حضرة الوزير ما حليش بنصف السنة عندي عطلة عشرين خمسة عشرين يوم بتلحق مديريات التربية إنه تعمل تسد الشواغير أما بقلب الدوام صعب كثير علينا فبقلب العطلة الانتصافية قبل بداية الفصل الثاني الأولويات لم ينح تكون؟ والله أول شيء هو مصلحة العمليات التربوية إذا أنا عندي نقص بمادي بمحل معين ممكن أن نقول أما إذا ما في نقص فهذا سيكون من المستحيل وإذا عندي مكان سيكون شاغر إذا تركه المعلم لن أقبل بنقله طبعا بهذه الأسناء أيضا الشباب عم بتابعوا تعليقات المتابعين على صفحاتنا وبالتالي إذا في أي موضوع بتحبوا يعني تخبرون عليه مشان مباشرة نطرحه لحضرة الوزير يقول لك أحدهم مثلا أنه اليوم تم أو بالعامين الأخيرين مثل ما تفضل كل من نجح بالمسابقات تم تعيينهم ولكن في بعض التخصصات ما عم ينطلبوا بالمسابقة بيقول لك أنا شو ذنبي أنه هذا التخصص غير مطلوب مثل المكتبات ممكن يدخلوا بمسابقات قادمة طبعا طبعا ممكن يدخلون إحنا شوي شوي عم نحسن بحتى خدمات المكتبات حتى بخدمات المناهج يعني عم نحاول قدر الإمكان نأمن فرص عمل للجميع لكن يعني أنا بالنهاية بدي أخذ مصلحة وزارتي ما فيني يعني ما لي مؤسسة خيرية أنا بهمني أنه الشواغر اللي عندي سدها لا بالمقابل ممكن بقى أن نعمل مثل أوروبا اللي داخل باقتصاص ما له مطلوب نعمله دورة ونحطه باقتصاص آخر هلا عم تصير عندي مثلا عندي كتير زيادة بأساس اللغة العربية عم حول قسم منهم معالمين صف لمرحلة تعليم الابتدائي هون عندي نقص وبالتالي عم سد هذا النقص بمعلمين العربية فيه اختصاصات حضرة الوزيرة عندك نقص فيه أكثر من غيره طبعا طبعا مواد العلمية بياضيات الفيزياء الكيميا العلوم للأسف عندي نقص رغم كل الأعداد اللي أخذت عندي نقص هندسة الكمبيوتر مادة المعلوماتية عندي نقص كتير كبير فيها للأسف أغلبهم بيروح على القطاع الخاص ما بيجي لعندي وإذا على سعيد المحافظات كما في محافظات فيها نقص أكثر من غيره طبعا طبعا محافظات حلب مثلا حلب مواطق الشرقية المحررة كتير فيها ناس يعني حتى بعت لجنة قعدة أسبوع كامل عملت مساومات وعملت تغييرات وإلى آخره حتى استطعنا حتى من الناس من العمل الإداري شلناهم من القدمة ورجعناهم على الدنيس لكا مشان سد هذه الشواغي يعني حتى في هاي الجزئية مشكلة غياب الكفاءات أو الناس يعني هي أثرة كتير مثل الطب مثل كل القطاعات الأخرى غياب طب كيف ينسد هاي الهاتف هلأ عم نحاول قدر الإمكان نتعاون مع الجامعات بأي طريقة طلاب الجامعات يعني أقوم طلاب الجامعات بالتدريس ورفعنا قيمة الساعة 100% وعم نعطيهم حوافز وعم نروح لعندهم على الجامعات والحمد لله رؤساء الجامعات عم يساعدون بشكل كبير يعني هلأ آخر آخر شغلي كان بصير مهلم صف أم بيعطي مادة لا بيعطي مادة بيعطي مادة طبعا ما حلأ عم يدرس طبعا على صعب معلم الصف معلم الصف هلأ كل شي عنا كفاءات عم نحط معلم الصف المرحلة تعليم التدائي كل شي عنا كفاءات ولكل شي عنا طبعا يعني كيف مسلا لأنه معلم الصف يعني بده تفرغ بده متابعة يومية مع الطلاب يعني معلم الصف بيسهم بتنشئة الطالب من صف الأول لصف السادس تماما فهل كل من يعمل في وزارة تربية قادر أن يكون معلم صف بده يكون تربية طبعا بده يكون اختصاص تربية لكن نحن عنا أيضا دورات تدريبية يعني ما حتى الوكلاء اللي عينناهون خضعوا لست شهور تدريب يعني ما بيدخلوا واحد على الصف هيك بده يكون خضعوا لدورات تدريبية وبالتالي نحن عم نسهل قدر الإمكان بالنسبة لمعلمين الصف أغلبهم عم نعمل لهم دورات قبل ما يلتحقوا بمدارسهم أما التخصصية فسهلة يعني طالب سنة تانية تالتة مثلا ريفية بيفوتوا بيعطي درس وبيكل أريحية وبيحللهم مسائل أدي بتشوف هاي فرصة أيضا لطلاب الجامعات دكتور والله فرصة جيدة يعني فيه إقبال على الموكتير لأنه لسه يعني هي المشكلة بالمصاري التعويض رفعناه مية بالمية لكن لا يزار ستمية ليرة بالساعة بالساعة ما بكفي إجراء تاكس إذا بده يروح يدرس هاي المصيبة يعني أنه مطلبات الحياة زادت هلأ هي كساعة منيحة صارة ستمية ليرة لو أنت مأمن نقلك لو مأمن أكلك كل أصار حوالي غالي والسنة هاي كان عندنا مشكلة بالنقل مشكلة النقل يعني وسائط النقل وغلاء النقل هو يأثر شوي علينا عم نحاول نحل قدر الإمكان إن شاء الله طيب أنتقل لي موضوع المناهج وحضرتك كما قلنا قبل قليل أيضا كنت مدير مديرية تطوير المناهج في وزارة تربية من عام 2015 لغاية أظن آب 2020 بعض المناهج تم تعديلها تغييرها ترافقت بشوية ملاحظات كيف شفت الموضوع اليوم استقرت المناهج التي وضعت جديدة بدأ الاعتياد عليها بدأت المحافظات ملاحظات عفوان تتلاشى طبعا 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 يعني أول فترة أنت بتعرفه أنت منزل منهاج يكون شبه تجريبة أول سنة تجينا من المدارسين بالمحافظات ملاحظات ملاحظات حتى من الأهالين بيتم تداركها بالسنة اللي بعدها خلص الأمور صار جيدة هلأ الأجمل من هيك نحنا في كل عام منقوم بطباعة الكتب من جديد يعني أنا ما بطبع لخمس سنين ما بطبع لخمس سنين كل سنة بسنتها شو عندي تعديلات بسيطة بعدلها وبالتالي في توفير كبير بأنه ما نتلاف كتب لما منعد المناهج ومنكون مغيرين يعني فيه تغيير حقيقي بس نفس الوقت ما بيكون فيه الكادر ما نجاهز ليتعامل مع المنهاج الجديد يعني بعض المحافظات إيه؟ حلا بدمشق ممكن بس ممكن المحافظات قادرة على التعامل مع المنهاج الجديدة بنفس الكفاءة كيف عم تتعاملوا مع هذا الموضوع؟ تدريب تدريب طبعا طبعا وهلأ عملنا شغلة كمان بلشنا بالموجهين للأوائل نرفع من سويتهم بشكل كبير رفع سوية التوجيه رفع سوية التوجيه طبعا بدي يكون أبتو ديت بدي يكون متابع شو عم يحدث بالعالم لأنه العلم عم يطوى نحن عمنا كلاسيكية شوي يعني إلنا زمان مثلا في بعض الأمور ضلت على وقت طويل يعني ثابت تماما وفي بعض الأساس زي حافظين منهاج بصم يعني حتى بالرياضية بتفوت بتعيدوا يا هالمسألة عشر مرات ما بيخربت ولا بكلمة ولا بفاصلة للأسف هدول التقليديين هلأ بلشوا يشعروا بيلة خطورة بلشوا يعيدوا تأهيل أنفسهم لكن بشكل عام اليوم أنا بدي أقول أنه أساتسنا أغلبهم ممتازين وأغلبهم بتابع لأنه حياتهم من أفاها يعني حتى إذا بدأوا عطي درس خصوصي إذا ما له حرفان شو صار بالدنيا شو رأيك موضوع درس خصوصي وهذا ما بنا نقول حرب هذه الحالة اللي بتضل بين وزارة التربية أنه التدريس الخصوصي لا أو ما بيصيروا وهيك بيصيروا كل الطلاب ومن علما أنه حضرتك تدرك تماما أنه لا يمكن لأي أستاذ أنه يعتمد فقط على معاشه لا يعيش وبنفس الوقت أيضا حالة اكتظاظ المدارس حالة عدم القدرة على أنه مثلا المعلومة تأخذ وقت أطول ممكن تدفع ببعض الطلاب للدروس خصوصية وأيضا من يوم يوم الدروس خصوصية لا اختفت ولا بتصور ستختفي هل أنت مع منع التدريس الخاص لا أنا مع تطوير التعليم أنت ما بإمكانك تمنع التدريس الخاص لأنه في حالات خاصة يعني ما بتحاسبه المدرس اللي بيدرس خارج أوقات دوامه خصوصي لا إذا ما فتح مدرسة وجمع طلاب لا إذا ببيت وعمل جمع طلاب القانون ممنوع ممنوع طبعا إذا اشتكوا عليه الجيران تغريب تيجي الضابطة العدلية بتسكر له أنا ما حدا بالشكاء أستاذ حبيبات لا لا إجتنا شكاوي كتير وشكرنا كتير بيو طب ما هي القصة خبرتك ما بيصير الأستاذ من حقه إذا كان في هناك طالب عنده حاجة معينة أن يقوم بتدريس ودروس خصوصية هذا شيء طبيعي موجود طول عبره مو كل ناس كفاءة عادي في واحد ما فهم المسألة بالصف معه مصاري جابت له معلم معلمها شو عليه هلأ أنه يفتح مدرسة خاصة ويأخذ طلاب من المدارس أو يقصر في مدارسه مشان يأخذ دروس خصوصية هذا يعاقب عليه أو يفتح معهد غير مرخص أما إذا رخص معهد بشكل رسمي والأمهات أو الأهالي أرسلوا أبناء إلي المعهد بشكل رسمي ما عنا مشكلة أو إذا هو رخ درس عند الطلاب ببيوتهم كمان ممنوع إذا عدد كبير من الطلاب في قانون بده يكون هذا بده يرخص هذا موضوع له علاقة بالترخيص التلي حضرتك أنا أهتم أني طور التعليم مو أحكي بموضوع دروس خصوصية تطوير التعليم ليس فقط تطوير مناهج ولهو تطوير الأسلوب التعليمي للكوادر التعليمية لفكرة التعليم كيف عم نبلشها وكيف عم نزرع المعلومة عند الطلاب من المراحل الأولى أدى أن نشغل على هذا الصعيد إلى جانب تطوير المناهج هلأ هذا شغلنا الشاغل هذا شغلنا الشاغل اليوم هو تحسين البيئة المدرسية توفير إمكانيات للمتعلم ليستطيع أن يبرز مواهبه أن يبرز قدراته الكامنة وأن يبرز المهارات المو بس الفكرية أن يبرز مهاراته تطبيقية الإبداعية الإبداعية دي أكتر من موضوع حفظ المنهج ومعرفة وتطبيق المنهج يعني نكون شريك بالتجارب بالمعارض بالاختبارات اللي بتصير عملية اليوم عم تجيني حالات يعني إذا بقل لك أحسن من أوروبا أبكون يعني مثلا هلأ عندي عشر طلاب مشاركين بمسابقة عالمية بالرياضية اليوم عندي طلاب مشاركين بمسابقة عالمية بالفيزياء بغض النظام عنهم بيادات منهم لحالهم عندي مدرسين عم يتابعوا التدريب مع مؤسسات عالمية السنة طلع عندي عدد من المدرسين أخذوا جوائز على مستوى العالم بالعالم الافتراضي منهم لحالهم أنت بذكرتني هلأ أنتوا كوزار التربية بتعملوا مشاركات لمثلا نوع من البعثات أو التبادل للخبرات بين مجموعة من الكوادر في وزارة التربية ودول أخرى ممكن يصير في هذا يروحوا يعملوا تدريب معين يروحوا يعملوا مسابقة دورة معينة بالتأكيد بالتأكيد لكن للأسف إجيت الكورونا وقفت كل هذه الأمور وأيضا إجيت الحرب هلأ نحن رجعنا وهلأ بكل اتفاقياتنا اللي عم نعملها مع الدول عم يكون فيها تبادل أسازي هلأ عندي أسازي بروسيا أغضين طلاب الأوائل طلعين على معسكر في روسيا بالعكس وبيلاروسيا طلعوا السنة ما بدأ واسطات هاي لا 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 ما عم ناخد غير متفوقين أبدا حتى الأسازي اللي حابين يطلعوا يحضروا حتى الأسازي قلت لي حضرتك عم تحكي عن حكينا شوي عن المناهج بلي أرجع لها بس اليوم كيفيني طور بيئة التعليم سيادة الوزير وأنا أعاني مثلا من مشكلة في أعداد المدارس من مشكلة في اكتزاز الطلاب من مشكلة في تأهيل المدرسة وبالتالي أنا غير قادر على أهل مخابر صالات الأنشطة النشاطات اللاصفية أني أعملها فعلا كما هو مطلوب الأبحاث القصص اللي بتصير يعني كيف بدي أعمل هذا الموضوع وأنا مدرسة يعني قادر أهل يعني كمان في مفهوم مو واضح للجمهور هنا متخيضين أنه نحن اليوم ما نقاطرين نعمل شيء أنا بدي أقول لك أنه لم يتوقف وزارة التربية يوم واحد عن تأمين كل المستلزمة عملية التربوية أنا اليوم موقع عقود للتعليم المهني بمئات الملايين تجهيزات ما بيسطر عبادك نصف سيارة هلأ عم نركب معمل كامل للكمامات بالتعليم المهني هن بدي يصيروا ينجوها اليوم عندي مثلا عم نطرح موضوع الكاترينج أنه طلاب التعليم المهني يساوه أغزيه بدل ما يروح المنظمات الدولية يجيبولهم بسكوت بالتمر نحن بنساولهم صندويش ونوزعهم إيها عم شيء عم يتم إضافة لأشيء تقانيات التعليم أنا سنويا بعمل عقود بتقنيات التعليم توفوق الوصف كل المدارس هي عندها خطة من كمبيوترات من وسائل تعليمية من حقائب للفيزياء عندها خطة بس هاي الخطة مطبقة عندها بالمدرسة مئة بالمئة وإذا الأهالي بيقلولك نحن ولا مرأ بالنفات على مخبر ولا مرأ بالنفات على حتى بجوز عدة يعني المادة التربية الرياضية ما عنده انطابات هلأ هاي المشكلة هاي المشكلة بتكون ضمن المدارس عم نحن نحلها أنا اجيت على الوزارة كان مستودعاتنا معباي والمواد غير موزعة هلأ صلي سنة ونص فقط عم وزع المواد موجودة وصلت إلى الوزارة كانت مستودعاتها مليئة والمواد غير موزعة يعني هي موجودة ولكن لم تكن في المدارس تماما مو يعني تبع السنوات 2019-2020 هلأ اليوم بتروح على مستودعاتنا كلها فاضي كلها توزعت عن المديريات أرسلت الموجودين إلى المديريات لتوزيع من المديريات عن المدارس أيضا عم برسل هلأ لجان لقلب المدارس لاستخدام هذه المواد للتأكد من استخدامها في مدارس بتخبوها المدير ما بيضي يطلعها ودائما مقفول عليها ودائما مقفول عليها وبيقولوا ما عم يجيبوا بالحكس الدولة عندها خطة يعني حاططتها من الأولوياتها والسنة هلأ رفعو لنا قيمة المشاريع الاستثمارية يعني إن شاء الله وهلأ مع قانون التعليم المهني الجديد يعني سيكون هناك دفعة إلى الأمام بالنسبة للتعليم لكن كل هذا لا يزال بحاجة إلى دعم أكبر نحن نتمنى أنه تخف الزحمة في مدارسنا نرجع نفتح مخابرنا مثل أول وجديد أعطيك مثال هل تعلم أنه نحن نؤمن وسائل تعليمين للمدارس الخاصة مدارس خاصة غير قادرة على أن تؤمن وسائل تعليمية مثل اللي من أمننا نحن لمدارسنا نعم من مجسمات من خرائط من برامج من حقائب تدريبية كله هاد موجود بالمدارس أي مدرسة أنت شي يوم إذا طالع على مدرسة فوت على مدير المدرسة وقال له ورجيني شو عندك مواد وقال بيقول لك ما عندي خبرني إذا أبعت لك أنا القائمة كل مبرمج عنا على الكمبيوتر كل مدرسة شو فيها مواد برجعنا موضوع المناهج حضرة الوزير الخطط القادمة لأي مناهج رح تكون بالتأكيد المناهج الموجودة الآن أصبحت من مناهج متطورة بشكل دائم يعني نحن ما حد في داعي نقول بعد خمس سنوات نعيد النظر بمناهج كلها نحن بشكل دائم شو عم يطلع مستجدات على مستوى العلم على مستوى الأدب على مستوى عم يدخل بالمناهج بشكل تدريجي هلأ ما باعتقد أنه في حاجة بعد مثلا خمس سنوات أو عشر سنوات أنه نبدأ من الصفر إلا إذا صار في ثورة على مستوى العالم مثل ما نحن ليش عندنا للمناهج لأنه آلية التدريس اختلفت سابقا كنا ندرس نقول كل العالم بدون يطلعوا حافظين نفس الأصيدة وبيعرفوا نفس المعادلة وبيعرفوا نفس المستوى هذا كان بالعصر الصناعي بدك إنتاج كتير وكله بنفس المستوى اليوم ما عادي يهمك نحن في عصر المفاهيم اليوم بدي هالشب هاد تكون قدراته الإبداعية مختلفة عن اللي جنبه حتى يحسن يعيش أما أنت مثلك مثل غيرك معناتها بفرصة عملك صفة نادرة أما اليوم أنت عم تشوف بالكمبيوتر بيتخرجوا سبعة كل واحد منهم له فرصة عمل مختلفة واحد منهم بجوز ياخد سبعمائة ألف ليرا بالشهر والتاني ما يلحق المئة ألف ليرا مع أنه خارجين نفس المدرسة وهذا هو التغيير الذي حدث في التعليم وهذا اللي حاولنا نساويه من مناهج أنا عم بعطيك عم طور مهاراتك وبالتالي أنت بدك تبني البناء المعرفي يلي يدخلك لسوق العمال من هون كان تبديل المناهج أما إذا لم تحدث مثل هذه الثورة في العالم لن نضطر إلى تغيير المناهج بالعكس منطورها نحنا قلت حضرتك بالألفين وعشرين قبل بداية العام الدراسة تقريباً أعلنت عن دخول مادة التعليم الوجداني العاطفي والاجتماعي كتجربة في هذا العام حدثني عن هذه المادة قد بتتوقع أنه هيك مادة تلاقي قبول خاصة نحنا عنا كان في مادة اسمها يمكن التربية الزراعية وما بعرف وين بتتدرس بأي يعني أهلية ابتدائية أو غير لكل المدارس أو لا مادة ما بعمرنا درسناها ولا يعني منة موجودة حتى التربية الموسيقية ما إلى مناهج حتى التربية الرياضية ما إلى مناهج الاجتماعية بنفس المصير هلأ أول شيء نحن عنا مناهج للتربية الموسيقية والتربية الفنية وبدأنا بمناهج للتربية الرياضية لكن ساوينا أول أربع صوف ووقفنا نعم لسبب خفنا أنه تتحول لمادة نظرية هلأ عم ندرس كيف منها نساوي نطور التربية الرياضية لأنه شفنا لا يمكن أنت تبدأ من الأخير وبدأ نجاحات لازم يكون في عندك رياضة مدرسية ورياضة شوارع حتى يطلع عندك مبدعين بالمباريات الدولية الآن بالنسبة للتربية الوجدانية الاجتماعية هي أساسية في التعليم اليوم هي ليست إبداعا لكن نحن ما حسنا أنه ندخلها بكل مواد لذلك فرضناها كمادة ساعتين نترك فيها المجال للطالب أن يبني شخصيته اليوم هي أحب مادة للطالب وقد يدخل على حصة مثلاً بده يظهر إبداعاته بده يظهر مواهب وبده يظهر مبادراته بده يظهر مشروعه يحكي عن مشروعه عطيني فرصة للطالب يحسن يعبر فيه عن حاله بفوت على الصف من أول الصف لآخره الأستاذ نازل عم ينقره على الحيط معادلات كيف بده يبني شخصيته كيف بده تسمعه معتدين أسد ذاتنا على هذا النشاط هلأ عم يعتاده هلأ عم يعتاده أنا مبارحة كنت بنيقاش مع مدرسة للتاريخ والجغرافيا فسألت شو عمت عمليات لأحلى مادة عندي صارت مادة الوجدانية أولا أنا عم بشعر بقيمة تعليمي عن الطلاب عم باخد تغسية راجعة اسمع منه أما بالأول فايتم عم منه ما دي عرفان عنه شوية لليوم الامتحان لا أقرى هذا الطالب ماذا أقدم اليوم أنا عم شوفه بلوشي عم يطلع عم يحكي عم يناقش عم يحاور عم يورجيني عم يشتغل عم يشتغل بإيده عم يطلع على البيئة المحيطة يحاول أنه يعمل شيء عم يشعر بنتائج عملي مباشرة وبالتالي أنا باعتقادي هذه المادة أخذ الدورة ستعمم طبعا معممي طبعا معممي ونحن عم نشتغل لتصل البكالوريا يعني المنهاج هلأ لصف الثامن عملنا له منهاج وإن شاء الله مستمرين يكون ويبتدخل بتقييم طبعا طبعا وهاليا علامة طبعا في مواد مثل هاي المادة ممكن يعني مثلا مثلا تربية الزراعية شو وضع هلأ هذا موضوع عم نشتغل عليه نحن بدنا نحاول أنه يكون هناك مادة لتطوير التعليم المهني يعني طلاب اليوم أغلبهم بيرو على التعليم العام لأنه ما بيعرف فنحن منصفر لأنه ما بيعرف لأنه التعليم المهني عنا صورته سيئة حضرة الوزير والتصدير الصورة سيئ والاهتمام بالمدارس يعني عفوا حضرتك ذكرت الموضوع اليوم بيقول لك مدرسة الصناعة أو الشباب اللي عم يدرسوا صناعة أنا بيعتذر من كل دارسين صناعة بيقول لك هدول الشباب اللي ما قدروا يفلحوا بالتعليم العام راحوا درس صناعة والمدارس مهملة وهن المهملين وبتلاقي نسب كتير كبيرة منهم بيتسربوا خلال دوام ما حدا بيسأل للأسف هذه صورة التعليم المهني انت زرت شي سانوية صناعية أنا ما زرت ولكن لك صورة عند المجتمع أنا بدي إدعي ونطلع سوا على سانوية صناعية مين بدك طبعا نمزي إذا لم تكن من أهم السانويات في سوريا هل هذا بيعني كل الثانويات الصناعية هيك أحسن منا أحسن منا أحسن منا طلع على برود طلع على حمص طلع على حلب شغلة رهيبة لكن للأسف كان المشكلة إنه الطالب والحرفي لا ينال حقه يعني أنت بتروح بتشتغل شغلك بيجيب لك ملايين الليرات وبينحط على التعليم المهني مليارات الليرات وأنت أعيش على سبعين أجل ليرة والطالب على مئة ليرة هل يعقل؟ بس حضرك المزير أنا لما بدي أقول للعالم أنه التعليم المهني بآخر سلم العلامات وبآخر سلم الأولويات طبيعي تكون النظرة العلو هيك يعني أنا لما بدي أقول للناس أنه اللي بيفوت على التعليم المهني هو من ليس مجتهدا بالمرة خليني أقول اللي ما بيطلع له علامة بيروح صناعة أو بيروح فنون مزبوط 100% ما هذا الغلط مبليش من هنا؟ أنا بتوقع بعد هذا المرسوم اللي صدر من كم يوم هلأ وافق عليه مجلس الشعب سيصدر بهاليومين ستكون هناك ثورة في التعليم المهني حدثني عن الملامح المتوقع بعد موافقة مجلس الشعب عليه وافق مجلس الشعب آه سيصدر مرسوم تشريعي طبعا شو بيصير؟ بيصير الطالب بيشتغل بيجوز يطلع 300 ألف ليرا بالشهر بيجوز معلم الحرفة يطلع مليونين ليرا بالشهر حسب عمله قدين احنا بحاجة تحديدا للمدارس المهنية هي أهم حلقة اليوم لإعادة بناء سوريا اليوم انت شو بينقصاك؟ بينقصاك العمال المهرة بتفوت على مستشفى طباء روعة لكن مريض بيموت بشغلة بسيطة بالتعقيم بأدوات إلى آخر لأنه ما عندك العامل الماهر يلي هو حلقة وسيطة بين الأكاديميين وبين العمال ما عندك يا هون بكل دول عالم من يرفع مستوى البلد هن العمال مهر يسميون الطبقة المتوسطة العلمية هدول أولا مطلوبين بكل دول العالم ثانيا هن اللي بيحقوا التوازن هو اللي بيأمن لك أنت بالستوديو هلأ تتفرج لو عندك ما بيكون تركيبة الستوديو هيك مصبوط لما لا في شغلات كتيرة أنت بتضطر تجيب 50 ورشة لتصلحة بينها ويكون عندك عمال مهرة هن بيصموها بالأساس بشكل أنه تكون قابل للاستخدام وعندك ناس تصينا وعندك ناس اليوم مشاكلنا كل يعتقد أنه ما في الصيانة حتى بالكهرباء حتى بالكهرباء حتى بالكهرباء يقولوا هم تنقطع الكهرباء لأنه هدول المهرة ما موجودين عننا هالطبقة المتوسطة حتى بالكمبيوتر حتى بالميكاترونيكس بالطيران بكل المؤسسات أنت بحاجة إلى هذه الطبقة الماهرة العاملة الماهرة التي تستطيع أن تقدم خدمات تقنية تكون وسط بين الأكاديميين وبين اللي مالوندارسين شباب قبل ما نختم مع سياد الوزير إذا في أسئلة تفوتونها أو تبعتونها قلولنا لأنه بلش رؤيتنا يخلاص بس في سؤال مهم وردنا بخصوص تحقيق نشر عبر تلفزيون القبر عن عملية هدر في المال العام تقدر بالمليارات في قضية مؤسسة النخيل في حلب أين وصلت القضية أنا بعرف أنه حضرتك متابع هذا حكي هذا حكي لا يس له علاقة بوزاة التربية إطلاقا هي قضية بين جامعة حلب ونقابة المعلمين وأنا برأي ما كان لازم تسار لأنه في مؤسسة تربوية أخذت عقد مع نقابة المعلمين ونقابة المعلمين موجودة بالجامعة ما هي موجودة بالتعليم أنا كان عندي مشكلة مقاربة وعملت شراكة مع نقابة المعلمين شو الشغلة العظيمة هي أيضا للمعلمين كان ممكن خلق بين النقابة وبين الجامعة تماما موضوع المدرسة كان نتيجة أنه صار في ضغوط عليها وصار في حكم قضائي اللي حطين أموال بالمدرسة حاولوا أنه بقى يختلفوا مع بعضون أنا عطيتهم إنزار إذا هذه المدرسة بتتأثر تربويا سأضعها تحت الإشراف والحمد للأمور مشيت تمام لحد الآن ما أجاني شكوى وفي أي لحظة يصبح هناك شكوى على يعني أنا اللي بيهمني هن الطلاب والمعلمين هلأ باقي الأمور مو شغلتي نعم إذا صار في خلق بمدرسة النخيل أنا سأضعها تحت الإشراف إذا سألتك أيضا عن موضوع المدارس الخاصة وأجورة وأمور حكينا فيها سابقا ولكن بكل الأحوال حضرة الوزير دائما تلامون على ترك المجال للمدارس الخاصة لأن تتحكم بكل ما تريده ويعني ما بعرف من كم معنا أذكر نهاية الموسم الماضي أنه بيقلك إذا أعلن المدرسة الخاصة عن السعر في بهو المدرسة خلاص يعفيها من أي مسائلين وهم تعلن عن السعر طيب هل يكفي أن تعلن عن السعر لحتى يكون هذا السعر منطقي ومقبول وحقيقي ويطبق عن جد لا لا طبعا لا لا طبعا لا لكن كان في فوضى بالأول ونحن حتى نعالج الفوضى ما فينا بلحظة وحدة نحط قوانين غير قابل للتطبيق هلأ نحن عممنا عليهم نقاط هذه النقاط يجب ملأها يعني شروط تماما تماما خدمات خدمات اللي عنده هالخدمة بيقدمه اللي عنده هالخدمة بيقدمه الموقع المساحة اللون الشكل ما يقدمه نوعية التدريس إلى آخره بعدين بيطلع تصنيف من خلال التصنيف منقول في عندي نجمة وفي عندي عشر نجمات هذا الشي قدي بالوقت ان شاء الله من هون للسنين القادمين يعني حيكون في تصنيف للمدارس الخاصة مين اللي حيعلنوه نحن عم نشتغل فيه مفتن لي نحن في عنا لجنة يعني مثل فنادق تماما تماما كل ما زادت الميزات رح تزيد وبالتالي الأسعار كيف بتصير بناءا على النجام انت تقيمت سبع نجوم مسمح لك تحط المبلغ هات انت تقيمت نجمتين بدك بي هالمبلغ هدف يضغط عليكم من المدارس الخاصة ضغط كبير لكن غير مزعج لأنه عم يعمل لي منافسة عم يحسن لي القطاع العام أنا الطلاب الأهالي بس من سعط العس بتقول وزارة التربية لا تستطيع الضغط على المدارس الخاصة هلأ مو ضغطون هنن عندن يعني هذا مثل زبونات ترفيه ابنك وحاطه بدك مسابح وبدك مطاعم وبدك همبرغر وبدك ليش لا يجي تدخل أنا بقول له الهمبرغر لا بس كمان أنا لما بكون يعني عم درس ابني بمدرسة وبترفع الأسعار بشكل كبير وبتقلي هو هذا نحن اللي نضبطون نحن من نقلك هالمدرسة هي هيك أسعاره وهيك تصنيفه بتحب تحط ابنك فيه أهل وسلم بتحب تعال عنه تمام بس هيك ما بتكون عم تحطوه أمام خيارين لا 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 أنت وقت بتعرف من المهم يا أما معك مصاري ادفاع ورفه ابنك وخلي كل أموره منيحة وكذا بس نك تتكلف يا أما بده يتحمل يقعد مدرسة شو في حل آخر بالعالم يعني القطاع الخاص وفي حل آخر بكل دول عالم هي بكل دول عالم هي أنت بدك تقدم خدمات بتاخد مقابلة أنا ما فيني أرغمك أنك تسافر بالإيكونومي بالطيارة وأنت بدك الأرجي أولى ما فيني أرغمك بس فيك تحددلي من الأول وهي سعر هيك وهي سعر هيك يعني بس بس تقللي السعر الرانة لقصد بس ألعنا السعر أما التدخل بوضع السعر طبعا تدخل بوضع السعر طبعا طبعا وبيكون في تصنيف هذا تدخل بوضع السعر أما أنت اللي عم تختار الخدمة مصبوط لما أنا ما فيني يقللك ابنك ما بده بدي يعطوه كمان برشوت معها بدي ينزموا الطيارة شو بيهمها فهمت علي أما أنت حقك أن تقول للطالب ولأهله أن ما سيكلفه هو المبلغ الفلاني اللي عم يصير حاليا أنه بنص السنة بيرفع عليهم السعر هذا حاولنا نوقفه هلا وإن شاء الله السنة القادمة ستكون هناك تصنيفات من بداية العام والطالب والأهلي بيعرفوا تماما كل مدرسة قديش سعرها ورياض الأطفال أيضا بدي إليك شغلة 90% من ما دارسنا أسعارها زهيدة 10% هلول اللي عم يتجاوزوا نعم وهني أصدا عم يتجاوزوا ليأخذوا الطبقة اللي كتير دفيعة عرفت علي بالختام مع حضرة الوزير بقلنا يعني 25 يوم وننتقل إلى عام 2022 إذا طلبت من حضرتك تعطيني أبرز العنوين التي تعمل عليها وزارة التربية لعام 2022 ولي حضرتك حريص شخصيا على أنها تطبق بالعام القادم أولا تخطيط السليم التربية تحتاج إلى تخطيط السليم ونحن بدأنا بهالعمال إن شاء الله خلال الأسبوع سيكون إطلاق لخطة لسلاث سنوات وهذه أول مرة تتم في سوريا إطلاق خطة لسلاث سنوات ما هي رؤية وزارة التربية وتصوراتها للثلاث سنوات القادمة وما هي المشاريع التي يجب أن تتم وتكلفتها هذا إن شاء الله ستعلن للجميع تماما سيطلق يوم الخميس القادم في تسعة شهر من حمص لحن نطلقه الأمر الآخر هو تخطيط التعليم أن تكون سوريا على خارطة التعليم في العالم نحن اليوم عم يقولوا أنه خارج التصنيف ليس لأن التعليم سيء في سوريا لأنه نحن إمكانياتنا المادية قليلة ولدينا فاق التعليمي وهذا الفاق التعليمي نتيجة الحرب أنا عندي برات سوريا ثلاثة أربع ملايين شخص ما بعرف شو عم يتعلموا وعندي بقلب سوريا عدد كبير ما بعرف شو يتعلموا هذول اللي عم يؤدوا إلى عدم تصنيف التعليم أما مدارسنا لا تزال من أفضل مدارس في العالم وشاهدتنا من أفضل الشهادات في العالم وإذا ما هو معترف عليه ونحن عم نحاول بشكل دائم أنه نطور العملية التربوية كيفينا نربط نربط التعليم بما يحتاجه البلد بما يحتاجه الأسرة بما يحتاجه المجتمع ما بس درسنا وخلاص هلأ سوق العمل سوق العمل نحن عم ندرسه بشكل دقيق جدا وحتى موضوع التعليم المهني والتعليم العام عم نحاول قدر الإمكان ونعمل مسالك يعني أنا بكرة بالمستقبل أتمنى أن يصبح لدي بكالوريا تجارية بكالوريا سياحية بكالوريا صناعية وبكالوريا عامة لأنه هي مطلبات البلد وبكالوريا زراعية اليوم ستسعى بهذا ليش لا ليش لا هذا اللي يرفع البلد أنت بلد زراعي تجاري سياحي صناعي صح ولا موصح طيب خلينا ندخل بالاختصاصات ليش لا يدرس الطالب خمسين مادة ويطلع بالآخير ما له عرفان وي بدأ يروه هذا قابل للتطبيق بحلقة إن شاء الله يحتاج إلى أنهم يتحاور مع الأهالي يتحاور مع الناس يتحاور مع المجتمع ورفع سوية المدارس المهنية كلها ورفع سوية تعليم حتى يقتلعوا الناس بأهمية هذا النوع من التعليم تماما بعد صدور إن شاء الله خلال أيام بيصدروا المرسوم وتكون له حلقات موسعة والناس بنعمل له دعاية كبيرة جدا لأنه فعلا سيكون حافز لأنه كل الأهالي يرسلوا أبناء إلى التعليم معني فإذن نحن بانتظار يوم الخميس أعلان وزارة التربية من حمص عن خططها للسنوات القادمة بشكل كامل ومفصل وحلو أنه يعني أنا دائما أقول أنه الأفضل دائما أنه كل وزارة وكل جهة تعلن عن ما ستقوم به وتتشارك مع الناس وتأخذ رأي الناس والناس تعرف شو عم بيصير فهي خطوة يعني منحييكم عليها شكرا لوجودك معنا اليوم الدكتور دارم طبع وزير التربية شرفتني أهلا وسهلا فيك شكرا إليك شكرا للمجتمعين اللي يتحملون أهل وقت الطويل شرفتني شكرا لكل من تابعنا اليوم في المختار لقائنا بجدد بكرة ساعة ثلاثة بعد الظهر الله معكم باس المحرز المختار فريق العمل ليني السعدي رنيم خلوف مايار مهنة إسماعيل ماشفج علاقات عامة مريم حداد المسؤول الفني يامن قيروت موسيقى 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 موسيقى